إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد أيها الناس فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه وأصلُه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلُ الأعمال الصلاةُ لوقتِها وبرُّ الوالِدَيْن في هذا الحديث يُبَيِّنُ لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضلُ الأعمال التي نتقرَّبُ بها إلى الله عز وجل ولعلَّ سائلًا يسأل أنه قد سمع حديثًا آخر يذكرُ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضلَ الأعمال بغير هذه الأعمال فقد وردَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سُئِلَ عن أفضلِ الأعمال فقال إيمانٌ بالله ثم قال الجهاد في سبيل الله ثم قال بِرُّ الوالِدَين وفي حديثٍ آخر عندما سُئِلَ عن أفضلِ الأعمال قال تُطعمُ الطعام وتقرَأُ السلام على من عرفتَ ومن لم تعرف فلماذا كانت أجوبةُ النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتةً في هذه الأحاديث وقد أجاب العلماء على هذا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجيبُ كل سائلٍ بما يُناسبُ حاله أو بما ينقُصُه من الأعمال حتى يصلَ إلى الدرجات العُلاء فهذا كان يُناسبُه أن يُجيبَه بأن أفضلَ الأعمال الصلاةُ على وقتِها وبرُّ الوالدين وهذا يُجيبُه بأن أفضلَ الأعمال إطعامُ الطعام وقراءةُ السلام على من عرفَ ومن لم يعرف وهكذا في بقية الأحاديث وقال بعضُ أهل العلم معناه إن من أفضل الأعمال فتكون الأعمال كلُّها فاضلةً وتتفاوتُ بحسب الأشخاص في هذا الحديث أيها الكرام يذكرُ لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظمَ حقَّين يجبان على العبد فأعظمُ حقٍ هو حقُّ الله تعالى ثم يليه حقُّ الوالدين ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قرنَ في كتابِه كثيرًا بحقِّه ثم حقِّ الوالدين فنجدُه سبحانه وتعالى يقول وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ويقولُ أيضًا قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ويقولُ سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا فأعظم الحقوق على العبد حق الله ثم حق الوالدين ولذلك جاء في هذا الحديث أن تؤدي حق الله بالصلاة وأن تؤدي حق الوالدين بالبرد ولنتكلم قليلاً عن هذين الحقين مع أن الكلام فيهما يطول جدًّا لأنهما أعظم الحقوق عند الله سبحانه وتعالى أما الصلاة فإنها رُكنُ الإسلام الركين بعد شهادة التوحيد هي أعظم رُكنٍ بعد كلمة التوحيد الصلاة هي الفارقة بين المسلمين والكافرين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهدُّ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر تركُ الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسُّ خمسُّ صلواتٍ من حافَضَ عليهنَّ كُنَّ لَهُ نُورًا وَنَجَاةً وَبُرْهَانًا يوم القيامة ومن لم يُحافِضْ عليهنَّ لم يكن له نورًا ولا نَجَاةً ولا بُرْهَانًا يوم القيامة الصلاةُ أيُّها الكرام هي شعارُ المؤمنين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُغيرَ على قومٍ وأن يغزُوَهم ينتظرُ الأذان فإن سمعَ الأذانَ علمَ أنَّهم من المسلمين فلا يغزُوهم وإن لم يسمعِ الأذانَ أغارَ عليهم وغزاهم لأن الصلاةُ شعارُ المسلمين الصلاةُ أيُّها الكرام ما زالَ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرُها ويعِظُ بها ويُذكِّرُ بعظمتِها إلى أن توفَّاهُ الله عز وجل فكان آخرَ ما تكلمَ به صلى الله عليه وسلم أن قال الصلاةُ الصلاةُ وما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ثُمَّ تُوفِّيَ صلى الله عليه وسلم أيها الكرام هذا الرُّكنُ شعارُ المؤمنين فعلامة تهاون وعلامة تأخير وأعظمُ من يُحافِضُ عليها من يُؤدِّيها في أولِ وقتها ولذلك أفضلُ الصلاةِ أن تُؤدَّى في أولِ الوقتِ لا يُؤخرُها ولا يتساهلُ فيها ولا يتهاونُ فيها إذا كان ربُّنا عز وجلَ توعدَ المُتكاسِلينَ والمُتأخرينَ فيها فَمَا بَالُكَ بِمَنْ يَتْرُكُهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَوَيِّلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ توعدَ اللَّهُ بِالنَّارُ لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلَاةِ قال الله سبحانه وتعالى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا أيها الكرام إنه والله لمن المُحزن جدًّا ومما يُستحيَى من ذكره أننا ما زلنا في خُطَبنا نُذكِّرُ الناس بعظمة الصلاة يا مسلم يا عبد الله علامة تهاونُ بالصلاة علامة تهاونُ بالصلاة أنت مسلم أنت قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فعلامة تهاونُ بالصلاة جمهورُ أهل العلم على أن تارِكَ الصلاةِ كافِر ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلامة تهاون بل أُعطيكم عجيبةً من العجائب ذكر الإمام أبو زُرعة بن العراقي في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب مسألة ترك الصلاة ثم قال رحمه الله وقد حُكيَ لنا عن بعض علماء المغرب الأفاضل أنه لما ذكر هذه المسألة مسألة ترك الصلاة قال هذا العالم وَإِنِّي أَسْتَغْرِبُ أَنْ تُذْكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هذا أَسَمِعْتُمْ مَاذا يَقُولُهَ لكن أبا زرعة بن العراقي اعتذر لهذه العالم فقال وعذره في ذلك أنه كان يظن أن الناس كلهم يأتون إلى الصلاة لأنه كان يدخل المسجد أول الناس فيظن أن الناس كلهم قد دخلوا بعده إلى المسجد ثم يخرج آخر الناس فيظن أن الناس قد خرجوا قبله من الصلاة هذا العالم لم يتخيل يوما من الدهر أن مسلما يترك الصلاة يا مسلم يا عبد الله راجع نفسك في صلاتك مع ربك فهي صلة بين العبد وربه أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الكرام فالحق الثاني بعد حق الله تعالى حق الوالدين يجب عليك برهما في عسرك ويسرك في منشطك ومكرهك فبر الوالدين من أعظم الأعمال عند الله عز وجل أخرج البخاري في الأدب المفرد أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة على نفسها فأبت علي فتزوجت غيري فأخذتني الغيرة فقتلتها ألي من توبة فهل لي من توبة فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحي والداك أحي والداك وفي رواية أحية والدتك قال لا قال توب إلى الله فقال له الراوي ابن عباس لما سألته عن حياة والديه فقال ابن عباس لا أعلم عملا عند الله أعظم من بر الوالدين فلعله أن يغفر له ببره لوالديه قتل نفس ويقول له بر والديك فلعل الله أن يغفر لك هذا الذنب العظيم لنتحسس في أنفسنا أيها الكرام ما هو حالنا مع آبائنا وأمهاتنا وكيف برنا بهم أحياء وأمواتا البر يا كرام لا ينتهي بوفاة الوالدين بل يمتد البر بك حتى تتوفى أنت حتى تحصل لك الوفاء بل بعد وفاتك يكون من البر أيضا أخرج البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً أعرابياً فقال له أأنت ابن فلان؟ قال نعم فقام وأعطاه عمامته وأعطاه حمارًا كان معه وأعطاه زادًا وأعطاه وأعطاه ثم مضى فقال له أصحابه يا عبد الله إنه رجلٌ أعرابي كان يكفيك درهمان أن تعطيه درهمين فقال عبد الله إن أبا هذا كان صفيًا لأبي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبرَّ البر أن يصل الرجل أهل ودِّ أبيه إن أبرَّ البر أن يصل الرجل أهل ودِّ أبيه وإن أباه كان صفيًا لأبيه هذا هو البر يا كرام البر لا يكون فقط بسمع الأوامر واجتناب ما ينهى عنك والدات بل البر أن تُبادِرَ لما يُفرِحُهما وأن تُسارِع فيما يُفرِح الوالدين وأن تجتنِب كل ما يُغضِب الوالدين وأن تجتنِب كل ما يُدخِل شيئًا يُنكِّد ويُنغِّص على الوالدين هذا هو البر يا كرام يا كرام كلُّنا لنا آباء وأمهات إما على قيد الحياة فيجب عليك أن تبرَّهما أشدَّ البر ومِنَّا من توفَّى الله والديه فيبرُّهم بالدُّعاء لهم ويبرُّهم بوصلِ أهلِ وُدِّ أبيه ويبرُّهم بالصدقة عنهم ويبرُّهم 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 فهذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى نسألُ الله العظيم رب العرف العظيم أن يرزُقَنا بالرَّوالدين إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه ثم صلُّوا وسلِّموا على الرحمة المهدى والنعمة المسدى محمد بن عبد الله حيث أمركم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله وملائكته يُصلُون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تنصُر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصُر المسلمين في كل مكان يا حيُّ يا قيُّومُ يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدِم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء ونعمة الأمن والسلامة والإسلام اللهم وفِّقُ لات أمورنا لطاعتك اللهم وفِّقهم لتحكيم شرعك اللهم اجعلهم رحمةً على عبادك يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ووفِّق وليَّ عهده لكل خير يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق حكام المسلمين في كل مكان اللهم وفِّقهم للخير اللهم إنهم قد تُومِنوا على عبادك اللهم فأعِنهم يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إِنَّا نسألُك الهدى والتُقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أهل الصلاة اللهم اجعلنا من أهل بر الوالدين يا حي يا قيه يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا